اعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن اجراء 225159 فحصا جديدا خلال الساعات الاربع عشرين الماضية وكشفت الوزارة عن 2721 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد وبذلك يبلغ مجموعة الحالات المسجلة 39671 حالة كما اعلنت الوزارة عن شفاء 1666 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المسجد كوفيد-19 وبذلك يكون مجموعة حالات الشفاء 383998 حالة هذا و اعلنت الوزارة عن وفاة 15 حالة وذلك من تداعيات الاصابة بفيروس كورونا المسجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1253 حالة وضمن الحملة الوطنية للقاح ضد كورونا على توزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 66539 جرعة خلال الساعات الاربع عشرين الماضية وبذلك يبلغ مجموعة عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6.94.956 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 61.62 جرعة لكل مئة شخص وخلال الإحاطة الإعلامية الدورية في دولة الإمارات حول مسجدات فيروس كوفيد 19 أعلنت الدكتورة فريدة الحسني عن انخفاض أعداد الإصابات المسجلة في الدولة بجانب التطرق لنجاح الدولة في توفير اللقاح ضمن جهودها للحد من فيروس كورونا نشهد اليوم انخفاضا تدريجيا في عدد الإصابات ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية والاستباق في توفير اللقاحات لكافة فئات المجتمع ولا ننسى دور المجتمع والتزامه بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لعدد 3 ملايين و 614 و 70 شخصا وبذلك تم تحقيق نسبة 46.6% من الفئة المستهدفة إضافة إلى ذلك فقد تم ولله الحمد توفير اللقاح ل61.4% من فئة كبار السن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر